دشنت الخطوط العربية السعودية وجهة جديدة لها تجاه الأجواء المغربية حيث بدأت في تسيير رحلتها تجاه مطار مراكش الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً وهو ما سيسهم في تعزيز التعاون السياحي والتجاري بين المملكتين من مدينة مراكش، من مدينة النخيل، من مدينة الحمراء نحتفل اليوم بتدشين أول خط وأول رحلة بالإضافة لخط الدار البيضاء يكون مبدئياً لدينا ثلاث رحلات أسبوعياً تربط بين جدة ومراكش بالإضافة لرحلات الدار البيضاء في المجموع أسبوعياً هيكون عندنا 19 رحلة كوجهات للرحلات المجدولة ولدينا عمل بتسع محطات على مستوى محطات المغرب لخدمة المعتمرين والحجاج هيكون إن شاء الله لدينا توسع للرحلات المجدولة إن شاء الله مستقبلاً كخطة الخط الجديد الذي دشنه سفير خادم الحرمين الشريفين بالرباط عبدالله الغريري ومدير مكتب الخطوط العربي السعودية بالمغرب سيمكن من رفع عدد رحلات الطيار السعودي إلى 19 رحلة أسبوعياً دون احتساب الرحلات الاستثنائية خلال موسم الحج والتي تتمدد إلى كافة مطارات مختلف الجهات المغربية نحن في الحقيقة سعيدين بهذا الرابط الجوي الجديد الذي يربط بين جدة ومراكوش ونحن هذا الخط هذا ليست قد يستغل فقط بالنسبة للحج العمرة ولكن يستغل حتى السياحة العائلية لأنه كان مجموعة من الزبناء السعوديين اللي يريد أن يأتي في إطار السياحة العائلية لمدينة مراكوش ونحن نسميه هذا الخط هذا في حقه هو خط السعادة لأنه السعادة اللي بالنسبة للمغربة اللي يمشي ويزوروا جدة ومن بعد يمشيوا لمكتب المدينة والسعادة بالنسبة للسعودين اللي هنالين سيأتي تبارك الله للمراكوش ولمراكوش عارة معروفة بالجمال ديالها وبالأكل وجميع المسائل ونحن نعمل بزاف مع المدير التجاري للخطوط الملكية السعودية إن شاء الله وبلغة الأرقام شهدت رحلات الخطوط العربية السعودية تجاه المغرب خلال العامين الماضيين نموا في حركة المسافرين القادمين والمغادرين بزيادة تقارب 19% مقارنة مع عامي 2015 و2016 فيما بلغ عدد الضيوف المنقولين من وإلى المغرب خلال العام الماضي لوحده ما يقارب نصف مليون مسافر هذا ومن المتوقع أن ينعكس خط جد مراكوش وكذا ارتفاع الرحلات الجوية بين المملكتين على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين المصطفى العسري قناة الإخبارية الربار